موسيقى 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 وهذه الجثة طالع منها دم أخضر أو شيء أخضر طبعاً أعتذر على الجودة السيئة لكن شوفوا معايا زي ما شفتوا الدم الأخضر طالع من هذه الجثة الميتة طيب أصالح إيش هرجت هذا الدم الأخضر طبعاً لو تفتكرون في الجزء الأول من Undead Nightmare كان في زومبي عنده قدرات خاصة وفيها يقدر يطلق زي السم الأخضر شوفوا معايا هذا الفيديو هل ستتعلم جيداً؟ نعم هذا هو زي ما شفتوا يطلق هذا السم الأخضر وأتوقع وبنسبة كبيرة جداً الدم الأخضر أو هذا المحلول الأخضر له علاقة بهذا الزومبي المميز لأنكم لو لا حفتوا يعني حوالين جسمه في أشياء الأخضر اللي شفناه في Red Redemption 2 طبعاً زي ما قلنا سابقاً ممكن يكون قليتش في الألوان أو حاجة زي كذا خلى الدم اللي لونه أحمر يظهر أخضر لكن من وجهة نظري العلامات والتلميحات اللي ظهرت لنا جداً جداً قوية وبعيدة إنها تكون خطأ أو قليتش وأيضاً يعني روكستار أكبر من إنهم يغلطون هذه الأغلاط البدائية أيضاً اللي قوي هذه التلميحات والعلامات إنها ظهرت في وقت مميز زي ما تعرفون مناسبة الهالوين تكون في 31 أكتوبر وروكستار جيمز يعني معروفة جداً إنها دائماً في مناسبات الهالوين تنزل أشياء جديدة لألعابها وشفنا هذا الشيء في GTA Online طيب تعالوا نشوف للتلميح الثاني أحد التلميحات الجديدة عن Undead Nightmare 2 هي إضافة أغاني مخيفة وغريبة جداً للأونلاين وتحديداً لما ترسبن في سيرفر أو تنتقل من سيرفر إلى آخر أسمعوا معايا زي ما سمعته أغنية مريبة وغريبة جداً يعني حرفياً تحسسك إنه في شي رح يصير وإنه الوضع غريب أيضاً لو كنت شديد الملاحظة رح تلاحظ إنه أيضاً السماء ولو بشكل بسيط جداً تحولت إلى اللون الأخضر طيب ننتقل للتلميح اللي بعده في أحد الأشخاص في موقع ردة ردت قال إنه زار الجثتين اللي بالقرب من مدينة رودز وحصل اللي هو الجثث أبو عيون خضرة بعدها تطلع من البيت ورجع لهم بعد 24 ساعة وحصل المفاجأة فعلاً خوينا ما حصل الجثث إطلاقاً والجثتين غير موجودة وأرفق معاها هذه الصورة زي ما تشوفون عندنا اللي هو الإمرأة اللي على السرير غير موجودة إطلاقاً الرجل اللي على الأرض غير موجود أيضاً طبعاً قبل التحديث الأخير أول لما كنت يجي للمكان رح تحصل الجثث موجودة حتى يعني لو رحت عن المكان ورجعت له بعد فترة رح تحصلها موجودة لكن مع التغييرات الأخيرة صاروا يختفون ويعني هل هذا تلميح جداً قوي على إنه الزومبي بدوا إلى العودة للحياة وبدوا في الانتشار طيب ننتقل للتلميح الأخير الجداً قوي عن أندد نايتمير تفتكرون العائلة واتسون اللي بالقرب من الوليس ستيشن عائلة مكونة من أم وخمسة من عيالها لو جيتهم رح يعني يتنمرون عليك وممكن إنهم يقتلونك لو أنت قتلت عيالها كلهم ورجعت للأم واتسون بعد 24 ساعة رح تحصلها هي ميتة ترجمة نانسي قنقر 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 لكن الأمر الغريب والمفاجئ جداً إنه لو تلاحظون في الأم واتسون قاعدة ترمش وهي ميتة إضافة إلى عينها الخضرة شي جداً جداً مخيف وغريب عيونها خضرة وهي أصلاً ميتة وقاعدة ترمش بعيونها طبعاً كل التلميحات الجديدة اللي تكلمنا عنها اليوم ظهرت بعد آخر تحديث لردد ردمشين 2 وهذا التحديث تقريباً نزل يوم الثلاثاء اللي راح طبعاً يوم الثلاثاء اللي راح نزلنا تحديث حجمه تقريباً 2.4 جيجا بايت روكستار قالوا إنه فقط تحديث للإصلاحات وإصلاح بعض القليتشات والمحافظة على سيرة اللعبة روكستار جيمز من الشركات اللي تنزل أشياء جديدة في ألعابها من دون ما تنزل تحديث تحمله فقط خش اللعبة وعلى طول راح تحصل الأشياء الجديدة موجودة في اللعبة لكن هذه المرة نزلوا تحديث كبير جداً تقريباً حجمه قلنا 2 جيجا طبعاً تحديث بحجم 2 جيجا فقط لإصلاحات وإصلاح قليتشات بسيطة أبداً أبداً غير مبرر وأتوقع بنسبة كبيرة جداً أن روكستار مع هذا التحديث أبو 2 جيجا نزلوا أشياء أكثر وأضافوا أشياء كبيرة جداً في ملفات اللعبة طيب صالح متى الموعد طبعاً الهالوين راح يكون زي ما قلت لكم في تاريخ 31 أكتوبر وبناء على خبرة السابقة في روكستار جيمز روكستار تنزل أشياء الهالوين الجديدة قبل الهالوين بأسبوع أو أسبوعين فممكن نشوف الإضافة أو إضافة أندد نايتمير 2 تكون في منتصف الشهر الجاي أو منتصف شهر أكتوبر ممكن يكون يوم 16 أو 14 أكتوبر إذا كان الكلام والتلويحات اللي ظهرت صحيحة من روكستار طبعاً أيضاً في موعد ثاني وبعض الأشخاص قالوا أنه فعلاً هذا هو موعد ستار أندد نايتمير قالوا أنه روكستار إذا راح تنزل الإضافة غالباً راح تنزل في 26 أكتوبر سألناهم ليش يعني 26 أكتوبر تحديداً؟ قالوا لأنه روكستار جيمز نزلت أندد نايتمير الجزء الأول في تاريخ 26 أكتوبر 2010 فاستعدوا يا لهبيين شهر أكتوبر راح يكون مولع جداً لمحبين Red Dead Redemption 2 ممكن في منتصف الشهر أو 26 أكتوبر بالتحديد طيب يا لهبيين هذا هو مقطعنا لليوم أبغاكم تشاركوني أراءكم في خانة التعليقات على جميع التلميحات والنقاط اللي تكلمنا عنها طيب بكتل صلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ليجيكم هدى الآن يدمر لكم الجبهة يلا السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة